الكلام لا مش بس ينطبق على المواد الغذائية لا على اي مستلزمات احنا بنجيبها بتبقى مطلوبة انها تتجاب بالعملة الحر نقطة كمان مهمة تعرفوها ان كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدا تكلفته علينا بالمليارات سنويا الناس كتير قالت يعني انتم موضوع الكهرباء وانا بكلمكم بمطلوبة صراحة انا مش متعودة اخبع عليكم حاجة هو احنا عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء اللي احنا عايزينها زيادة اه طب بزيادة قوي كمان طب ما لقيه الحكاية احنا عاملين موازنة على ان احنا نقدر موفر الغاز والبترول على رقم معين يعني كانت الموازنة 65 مش كده دكتور 65 دولار للبرميل طب لم يبقى 70 طب لم يبقى 75 طب لم يبقى 80 طب دلوقتي لو 90 الازمة اللي احنا بنتكلم عليها مش بنقول انها ازمة ومليها تأثير كده لا بنقول انها هي لعنى حكاس على اسعار كتير احنا من الحاجات اللي احنا من جابه حد يقول لي طب ما احنا اه يعني بننتج غاز ده من فضل ربنا ان احنا بننتج غاز لو ما كانش عندنا انتج غاز احنا كانت هالمشكلة هتبقى كبيرة قوي وارب اكلمكم بكل صراحة وبرضو حقولكم تاني طب انا لما كنا عامل موازنة على ان سعر برميل البترولي يبقى 65 دولار 70 دولار حتى 80 طب لم يبقى 90 فانا بضطر ان انا طب هل النهاردة حسيته بفضل الله سبحانه وتعالى ان مثلا حجم العربات اللي موجود في مصر احنا بنتكلم في عشرة مليون عربية عشرة مليون عربية مطلوب ان حضرتك او حضرتك تخش محطة العقود تجد طلبك منزيم او غاز او صلاء تلاقي ده احنا بنتكلم في دولة فيها 105 مليون 105 مليون وزي ما قلت في ديوف 9 مليون يطرحنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستوعبينهم في مصر اه بفضل الله سبحانه وتعالى طب احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى استرهى علينا انا على المستوى الشخصي ان شاء طبعا معانا بفضل الله احنا ما بنعملش ما بنعملش حاجة وحشة احنا كمصر في سياستها وتعاملها بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى فالمهم ما نريد أن أقولكم على كل حال يعني هذا يجعلنا من التوامنين أننا لا نقذيش حد نحاول أن نكون عامل خير وإجابي في كل تعاملاتنا لنبقى في مشكلة نحاول نحلها بهدوء وبصبر وقتلت البال فشكرا شكرا جزيز شكرا سلام عليكم